رحمة رحمة السلام عليكم مرحبا نحن وعدناك أمس تكوني أول مكالمة إيه إيه يا شيخ كيف حالك؟ خير أولاً بداية تحية من العراق أرض الرافدين إلى الإمارات دار زايد دار الخير وأخذ بالشكر برنامج مرحيط الإيمان وشكر للخاص الأخ اللي على الكنترول اللي يستقبل الاستصالات جزاء الله خير الله يسعدكم يا أهل الإحراق سليم إحنا موصي عليكم أصلاً موصي العراقي دخلها مباشرة الله يسلمك يا شيخ أقسم بالله أن أهل العراقي يحملوا لك معزة بقلوبهم الله يعلم هيا أموريني ما يأمر عليك ظالم يا شيخ كدي سؤالين نعم السؤال الأول يخصني أنا والسؤال الأول أرفع صوتك رحمة الله يحفظك أرفع صوتك الله يرجعك الرحمة قولي يا شيخ السؤال الأول يخصني عن الإلتزام هي يا شيخ أنا من الله عز وجل عليه بالهداية والتزمت من تقريبا سس سنوات لكن إلتزامي كان عن طريق الإسلام الوراثي هي بدون عقل والفتاوى يعني الجهل بدون ذكر أسماء يعني يا شيخ واللي صار معي أنه تقريبا مثلك أنت يعني قمت بحرق جميع الصور وآني صفلة وإلى الآن يعني أثمانا وأبكي بسبب فتو الجهل أي والله حرقنا الصور أتمنى لو يرجع الزمان كان عندي صور كثيرة حتى مع أصدقاء الطفولة رحلات وكذا حرقناه لأنا حرام وآخر شيء نكتشف المشاكل اللي حرموا التصوير صورهم على الصحف أكبر مقلب أكلمات في حياتنا والله اللي صار معي أنه بعد ما من الله عز وجل عليه ويعني ظهر الشيخ وسلم يوسف وثابعتك من سس سنوات تقيرت الأفكار تقيرت بعض النظريات أصبحت أفكر ما عاد أخذ إسلام وراثي أبد ما عاد يعني أخذ إسلام وراثي أيوة ناقش دوم ناقش دين نجال العقل لن أقبل شيء نعم يا شيخ اللي صار معي الحمد لله يعني رزقني رب العالمين عمره رحك عمره والله أشهد بالله أني دعيش لك أمام الكعبة يا شيخ أوه زيد الله يسعدك اللي الناس اللي حوالي يا شيخ ما عادي يتقبلون التقير اللي أنا عليه أنه يعني تقيرت أفكاري ومبادئي وأي ذنب يعني أرتكبه حتى لو تقير عمرتك مو مقبولة أنت تقيرتي ما كنت كذا ما عليك ما عليك الزمن كفيل الزمن كفيل أقسم بالله سيتغيرون رغم أنفهم الزمن كفيل هم يظنون الثبات على جهلهم ثبات على الدين لا أنت مو ثابت على الدين أنت ثابت على جهلك بس تظنوا أنت دين سيتغيرون قبل عشر سنين كنا لا نجرؤ أنا من الإعلام منذ خمسة عشر سنة لا نجرؤ على أن نقول النقاب غير واجب مستحب لا نجرؤ خوفا من المجتمع الآن نقولهم تعال هذا الحديث يعارض هذا الحديث قبل عشر سنوات كنا لا نجرؤ والله ما أجرؤ نقول أغاني حلال وما فيها شيء وحكمك وحكم الشعر الآن نقول لها حلال والأحاديث تستدلونها ضعيفة وهذا الحديث لا يقصد به والآية هذه يقصد بها كتب الفرس وأنتم حرفتم التفسير وابن مسعود أو ابن عباس ليسوا بمشرع الآن نناقشهم أنا أكبر نعمة دخلت على الأمة ليقاض العقول السوشال ميديا السوشال ميديا أكبر نعمة دخلت علينا التعال أعترض على الرواة الرواه الذين يأخذونه كالقرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطعمني الله ويسقيني لما كان يصوم صح يا رجا كان يوصل يقول يطعمني الله ويسقيني صلى الله عليه وسلم وعندي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه بجوع بحجر اهد فضل من اخذ اخذ بما يوافق البشرية ولا عكس البشرية مع البشرية لان وما محمد الا رسول وما انا الا بشر مثلكم اي حديث اخذ اذا اخذ يطعمنوا الله وسقين إذا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ملاك ما يحتاج طعام وشرب والله يطعمين طعام ذاتي إذن كيف يأمرنا بالصيام كيف يأمرنا بالتحمل يعني أنا أتخيل الله يطعمني وسقيني ويقولك لا أصوموا أصوموا وتحملوا الجوع كيف أم اللي يربط حجر على بطنه من أولى بتصديقه بالضبط فالآن نستطيع نفتح أي موضوع يخال في العقل زمان كنا نخاف الآن تعال لا حبيبي هأنتم منهجكم أعوج وتناقشون بعقل وإما لا تكفرني لا تضللني لا تجعلني خارج الملة تعال عندي أحاديث عندي أشياء أريد ناقشة معك أنت مسلم أنا مسلم أنا أحمي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحديث هذه الأحاديث التي تخالف الفطرة أنا أحمي محمد عليه الصلاة والسلام منها أحمي أحمي تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم منها قبول هذه الأحاديث كأنها القرآن هي التي تجعلني أسيء للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي تجعلني أسيء علمتي فحنا الآن بنعمة فإذا الآن ما تقبلوا أيوة إذا ما تقبلوا أهلك اللي حولك هذا الفكر الجميل والله أعطيهم خمس ثلاث خمس سنين ثلاث سنوات سيصبحون مثلك تعرف إحنا شو مشكلتنا الاستشراف الاستشراف عياد الميلاد حرام ما يجوز عياد الميلاد سابقا كنا هكذا آه حبيبي زوج تتصل في آبي بإبننا الوحيد لازم نسوي له عيد ميلاد كل ربع فيه أوكي سووا له عيد ميلاد بس لا تقولوا هابي بيرتتو يقول أنا حرام أوكي تضحك أقسم بالله هذه القصة حقيقية أقسم بالله يا رجا يسوي عيد ميلاد أعطيكي مثال أحد أقاربي في حالات الواتس أب يدخل أنا لا أحد يهنيني فلست قصيصا يهنئني بعام جديد حالة الواتس أب والله العظيم بعدين يصور ألعاب النارية في مدينة كذا احتفال هابي نيو يير استشراف عندنا استشراف يعني مثلا تصور سناب في أغنية شوف كيف نطوع أغنية بعدين شوف ييرقص على فيديو كليفي في عبده استشراف هذا واقعنا اسمع لي يقولك هذا الكلام هذا واقعنا تحسي واحد يقول اتبعوا منهج السنة النبوية واتبعوا العالم فلان العالم فلان هو الحق وهو على طريق الحق وحالق اللحية تقوله زين العالم فلان يقولك اللحية اللحية فاسق لا تقبل له شهادة يقولك ايه اجتهد وخطأ ليه بس مسك بس أتى بجوارك فقط هل أنت هذا استشراف عندنا المجتمعات العربية تعاني من الاستشراف إلا من رحم الله ما عندهم الجرأ يصارحون أنا أسمع أنا وسيم يوسف أقول أغاني ليس بها شيء مثلا وحكمه كحكم الشعر وأسمع أغاني أحب أسمع أغاني ما عندي مشكلة خطيب جمعي أسمع أغاني النبي صلى الله عليه وسلم ضربت دفة وقرأسه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ضربت دفة وقرأسه صلواته ربي وسلامه عليه فلا تأتوا تستشرفون النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة هي أنا أصابق زوجتي طال عليه لا أنت الفكرك الصح كل رأي ديني يخال في الحياة ماهو من الدين حنا صنعنا عرفت أختي فأنت لا تستمع لأولئك المستشرفين الحمد لله ما يعني على كلامة أنت ما عد أصد إسلام راتي أبدا أنا الحمد لله هل صعب بالعقل ما أصد إلا شيء بالعقل بس وعن فكرة هؤلاء المستشرفون أيامهم معدودة والله كلهم ينكرون أشياء يقول لك الأغاني العلماء حرموها هو يرقص يقول لك العالم فلان يمثل السنة وكذا زي أن يحلق لحفاسق وهو يحلق لحيتة مثلا عادي ما عنده مشكلة ويمكن عادي يشرب سجائر وعادي يسوي مصايب بس استشراف حين عليتنا استشراف عليهم تختي فعيشي حياتك أذكر في مسألة الأغاني تدري العيال أحيانا في الأغاني يسمعون أغاني هذه أغاني الأطفال صح؟ شخبط شخبيط فجاء عندي واحد يقول يا أخي لو قل لي أبنائك يعني تتعلمهم أن الموسيقى وموسيقى قلت لحسن ما يسمع سنخوضوا معاركنا معهم يسمعوا شخبط ولا سنخوضوا كنا الزمان وحنا في الجامعة قبل الجامعة يأتي يقول لك لا تسمع حتى الدف حرام ويسمع سنخوضوا معاركنا معهم ونزلزل مع وتتسمع بس تحس في شي غلط تحس ها تخاف ألف يشخبط شخبوطة مثل ما قلون ولا هذي اللون شودة اسمعوا أنا شيدهم بس اسمعوا اللي يحرم الأغاني اسمع أنا شيده بس اسمع أنا شيده جناح مهيض وقلب أهسي ها كنا نسمعها دوم ونبكي المصيبة هي والله صح شو بعد فيه أنا شيد كانت سراييفو ونشيد عن الشيشان ونشيد عن أفغانستان ونشيد عن الحروب ويقول لك الأغاني حرام ونشيد عن حرامستان